اشتركوا في القناة وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي تشوفوها بالاسفل وتقدرون تتواصلون ويانا ايضا في حال ما اتأمن الخطوياكم على واحد من ذن الارقام على الرقم الاخير المخصص لبرنامج الواتساب اتمنى تكون الرسالة اللي تكتبوها متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيرة ونعرف منه كتاب لنا الرسالة ومن وين جتنا الرسالة مشاهدين يا كرام نبدأ حلقتنا واول ملفه يعني هي قضية اصحاب العقود ومطالبهم المستمرة بضرورة تثبيتهم على الملاك الدعم اليوم اتعرضوا المتظاهرين من اصحاب العقود اللي مطالبين بالتثبيت على ملاكات وزارة النفط للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب وحماية شركة نفط ذيقار لانه طلعوا يظاهرون امام الشركة للمطالبة بالتثبيت بحسب شهود عيام بالناصرية فالمتظاهرين المعتصوين وهم من المتعاقدين ويا الشركة والمطالبين بالتثبيت على الملاك الدعم قاموا باغلاق شركة نفط ذيقار في منطقة الاخميسات اتعرضوا وراها للاعتداء من قنابل الغاز والهراوات من قبل قوات مكافحة الشغب وافراد حماية الشركة بهدف تفريق تظاهراتهم السؤال اللي ينطرح هنانا ليش بهاي التظاهرات القوات الامنية نشوفها بهاي الشراسة وبعض الاشياء القوات الامنية ما لها علاقة تعالوا نشوف ترجمة نانسي قنقر لك عيني ما شاء الله الشرطة يشمرون احجار تقول عركمة للطلاب ابتدائية هاي واحد اثنين احنا عدنا عدد من هاي القوات الامنية شو لما نصير نزاع عشائري مسلح ما نشوفهم شو جمعت السرايا والعصائب لما يتكونون ببيناتهم ذولة ما نشوفهم نشوف سيارة بها اربعة خمسة ستة يقعدون يصورون يباعون يسجلون حضور حتى ليس جلهم غياب بس هذا العدد ما نشوفه بس بما انه تظاهرة مطلبية وشباب خريجين لا نشوفهم والقوات الامنية تعرفون علي من قدرتهم على ذني اكو صور بينات اعتداء القوات الحكومية على نساء ممن شاركوا بالتظاهرة واللي تسبب باصابتهم بجروح اضافة عن سحل المهندس من المشاركين بالتظاهرة واعتقاله واحتجازه واقتياده الى مقر الشركة تحت تهديد السلاح بمشهد اثار سخط العراقيين نتيجة القمع المفرط ضد اي خريج يطلع ويطالب بالتعيين بوقت تدعي به الحكومة انه هي جتي لخدمة المواطنين وانه هذا العام هو عام الانجازات خلونا نشوف والله موزلم والله موزلم والله موزلم وانه موزلم مرأة لأيكم قارو موزلم غرفوا ما عوفا غرفوا 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 اشتركوا في القناة واحدة من الموت الظاهرات قالت كلمة والله مو زلم لاعب حلقة نعم صحيح مو زلمة اللي شي ليد على مرة ومو رجولة شي ليدك على مرة ومو من الشهامة شي ليدك على مرة ومو من المرؤة انك تأتي دي على امرأة بس هذا الشي دا نشوفه عد القوات الامنية تشوف مرة مجروحة عد القوات الامنية جنا نستغرب من قوات الاحتلال الصهيوني لما نشوف تظاهره في فلسطين وربي يحررها يا ربي ويخفف الغم عنهم يا ربي ويؤيد الحرب اللي صايرة هناك جنا نستغرب لما نشوف قوات الاحتلال تعتدي على النساء ونقول يهود هذا دايدنهم اما اليوم قمنا نشوفها بالعراق فيا ترى شنو دايدن دول القوات الامنية اللي يعتدوا على النساء شنو دايدن القوات الامنية اللي يضربون ويسترجلون على خريج دايد طالبوا بتعيين وعلى مرة دا طالبوا بتعيين وعلى خريجة شنو دايدنهم لما نتعامل بهاي الصورة واردا سأل السؤال بعيدة عن القوات الامنية وبعيدة عن الامر وبعيدة عن اللي دا يصير بالبلد المنتسب اللي شال الهراوة وبإيدة وضرب هاي اشقال النفسه ولو كانت أخته أو بنت عمه وحده من البنات المشاركات بالتظاهرة وانضربت على إيد منتسب ثاني راح يحاميلها لو راح يبلعها ويسكت الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود يعني من منصة فيسبوك مرتضى العباد يقول ما عرف شنو من قلب عندك وتسحل بيهم هيت شنو مشاركينك بورث الخلفوك حكومة الإطار ما عليكم عتب ضياء راعد التميمي مع شديد الأسف فقط بالعراق تتعب وتاخد شهادة ويجي من لا يملك شهادة يعمل في أعلى منصب تخرج الطالب وبحقك يعتدي عليك تقعد يكتلك الجوع إلى متى علي البهادلي يدرس 16 سنة بتعبها بسهرها بقلقها وتالي متالي يجي واحد متعين عن طريق حزب أو واسطة ما عنده ابتدائية يشتغل تشلب حراسة للحكومة وهيتش يتعامل وياهم شذا تقول حسبي الله ونعم الوكيل عليكم هاي كفاءات البلد مع الأسف وين وزير النفط ما يشوفش دايس صير حتى ما استنكر النعيم يقول عيب شايلين عصي على نساء ورجال مدنيين وعباس الأحمد يقول جريمة واحد يبقى بالعراق إذا تعيين اللي هو أبسط حق للمواطن ما يقدر يحصله وينهان وينضرب على موجه يطالب بحقه كارثة نعم كارثة بكل معنى الكلمة كارثة إنه مواطن يطلع يطالب بحقه كارثة إنه مواطن يطلع اليوم ببلد يعتبر من أغنى بلدان العالم وشعبه من أفقر شعوب العالم ويطالب بحقه من المفروض هو ما يطالب به ويطالب بسبل العيش الكريم اللي منفروض الدولة هي اللي توفرها اللي هي الأمان مي كهرباء أكل وظيفة مردود مادي حتى يقدر يقاهم ويعيش بس آن السؤال اللي أريد أطرحه إلى كل السياسين هل أنتم موجودون في البلد أو جيتوا للبلد على ظهر الدبابة الأمريكية لقتل آخر نفس بهذا البلد ولقتل أبناء شعبه أتمنى هذا السؤال تجاوبون عليه نروح إلى قضية ثانية قضيتنا الثانية اللي هي تخص شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي وتخص بالذات ذوي المعتقلين بالسجون الحكومية أكو فضاع شبيرة دا تصير بحق أبنائهم بداخل السجون تعذيب ابتزاز بعض العائلات اللي تحدثت أنه الهاتف النقال يدخل الولدهم حتى يحشون بيوية أهاليتهم ويطمنون عليه بمبلغ مادة قدرة مليونين ونص مليون دينار حتى يقدر يحشي مكالمة مو يشتري الموبايل وهو يتتسرب تسجيلات من السجون الحكومية إلى وسائل الإعلام تضمن استغاثة السجناء من انتهاكات وصفتها بأنها لا إخلاقية لا إنسانية تمارس ضدهم من قبل إدارة السجون ومن ضمنها اتصالات وردت إلى برنامج صوتكم ويخلوهم مجبرين على شراء المخدرات شراء الهواتف النقالة شراء الطعام بأسعار باهظة التكاليف رغم التسريبات لهواية وتوثيق أكثر من حالة قتل وانتهاك لكن الجهات المعنية ما اتخذت أي إجراء خصوصاً وزارة العدل ولا اتخذت أي خطوة لمحاسبة المسؤولين تكتفي أنه تقيل بعضهم حتى تستر على جريمة من بين المقاطع المسربة الأخيرة فيديو مسرب للمدعو علي شوال عبيد من هذا؟ هذا معاوم مدير سجن التاج الثاني وهو قاعد بهذا المقطع ده يتسلم مبالغ مادئية أو مبالغ ابتزاز من السجناء بوسط مطالباته بمحاسبة تعالي نشوف علي شوالش ده يسوي هذا المعاونة علي شوال معاونة بديتاج اثنين لحجي ويستمر كل اسبوع ورطة شئ إنا ما بينا ودرما نطيب وقال حي فشدنا على كل قاعات كل اسبوع يجي أحمل عندنا ورطة كل سبيل كل قاعات نحن نطيب كل قاعات ورطة ما هذا الشهرية الشهرية كل الساد عباس والعادي صباح آني بالنسبة لي تططوني ورطة ما تططوني ورطة أقشر القاعة ما نتخف بس يا لحجي هو وما يأخذ إلا بالدولار ما يتعامل لعب العراق ولا هاي إلا بلورا مماشي بس هو لحجي هذي هاته جه شوف شان شان ده يحيخذ الورقة لازم يتحصها مماشي وهذا لسه في الزلعال ويأخذ الورقة حيصفتها وخلاها بيادة فأيو المختصين لهذا الأمور أليس دي هذا الأمور مماشي هايخذ ورقتها مع القعتها مماشي وهذا الأمور الأمور للكو ويأرجتن هنا من هاي المحرارة لأن والله ما أضع لأيضل حال لاحنا وحسبونا الله ونعملوكي فتش مخل عليها يفلس حتى فتش وشان فتش شاكو فلس بجيبه الباخرة بيأخري اللي ما أفتهم اللي صار بهذا الفيديو اللي ما قدر يستفهم الكلام أنا راح أقول لك اللي دايقول الأخ اللي دايصور من داخل القاعة إنه علي عبيد اللي هو معاوم مدير سجن التاجي اثنين فرض أتاوة أو خاوة على السجناء هي 100 دولار 100 دولار على كل قاعة بشكل أسبوعي يعني كل قاعة السجن لازم يجمعون السجناء أسبوعيا 100 دولار بيناتهم أو شهريا 400 دولار حتى يطوها إلى معاوم مدير السجن ليش لأنه إذا ما ندفعت الإتاوة أو الخاوة يتعاقبون شون يتعاقبون يطبون على القاعة يفرقون السجناء الموجودين بها بداخل قاعات أخرى حتى تتأكدون من الكلام تعالوا نشوف علي شوالي عبيد مقطع آخر هو معاوم مدير السجن التاجي الثاني وشلون قاعد يأخذ مبالغ مالية من المعتقلين تعالوا نشوف راتب الرعاية الاجتماعية بالعراق 170 ألف أو 175 ألف ما يعادل 100 دولار شهريا والأخ يأخذ أسبوعيا من نقع الوحدة 100 دولار راتب ذوي الدخل المحدود يشتغلون بالبلدية من عمال ومهندسين نظافة أتمنى أنه يتغير اسمهم إلى مهندسين نظافة اليوم يشتغلون في كابسات النفايات بالبلدية راتبهم همين يعادل ما يعادل ورقة شهريا والأخ يأخذ من كل قاع أسبوعيا ورقة ومن كل قاع شهريا أربعة إذا أكو بالسجن أربع قاعات فهو شهريته 1600 دولار غير راتبة فتخيل هاي دا يأخذ بس حتى ينامون بالقاعة حتى ما يطلعون تليفون بفلوس الملبس بفلوس الأكل والشرب بفلوس والأهل لما يرحون مواجهة الولدهم هاي إذا سمحوا لهم مواجهة وراء الذل اللي يشوفوا باب السجن بسبب تعامل السجانين والقائمين على السجن مع ذوي المعتقلين السيئ جداً ويطبون اللي مشتري ملابس أو أدوية أو أكل جايب ويا الولدة أو جايب لفلوس ذني يتصادراً ويطباً إلى السيطرة النوعية ما السجن اللي هو الإدارة ما السجن اللي واحد من أدهم علي شوال واشي سوون يبدون يأخذون مننا ومننا فالهدوم اللي يجيبوها الذوي المعتقلين يبيعوها للمعتقل والفلوس اللي يجيبوها يطهي يجوز أو ما يطهي أو يقرمطون من أذهب كيفهم هذا الحال بالعراق هذا الحال بالعراق وحنا عدنا وزارة يسمى وزارة العدل وين العدل بالموضوع ما أدري والوزير شن شغلة ما أدري إيش داي يشتغل إيش داي يسوي أو عدنا نواب عدنا نواب ما شاء الله لما تبدأ وقت الانتخابات نشوفهم بالشوارع كاتلين نفسهم هذا يكنوس هذا ينظف هذا يغسل لمدرسة هذا يصبغ لحياطين هذا يجيب رحلات هذا يرصف طريق هذا يعبد رصيف هذا يجيب إنارة وكهرباء هذا يشجر طريق ما يشوفهم ما شاء الله هذا يشد محولة بمكان خسر راح شال المحولة لأن الناس لا تستاهل يبقي لهم المحولة لأنه خسر بالانتخابات فاز بعد ما يدر لهم بال أصلا بوقت الانتخابات كلهم يطلعون الأبرياء الموجودين داخل السجون يجب أن يخرجوا فورا بس صار نائب بالبرلمان بعد ما حد يسمع لحس أكو قانون على أساس يصدر قانون عفو عام فرغوهم من محتوى لأنه حكومة الإطار التنسيق الموالي لإيران ما تريد تطلع السجناء هي تريد تطلع جماعتها اللي مزجون بقضية مخدرات اللي مزجون بقضية تجارة سلاح اللي مزجون بقضية قتل ناشط ماء هذا اللي يردون يطلعوا بس مواطن بريء إن سجن نتيجة خبر من مخبر سري لا هذا لازم يبقى جوه والقاتل يطلع براه حتى لو كان القاتل أكو فيديوهات وأكو شهود يدينه مثل مصار ويا مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عمية في محافظة ديالة مبرئوهم وطلعوهم الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليقه يا أنا من يوسف علي حسبي الله ونعم الوكيل بكم يا حكومة لا ذم ولا ضمير ولا عدكم خوف من الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يخمل سهاء حكمة اللهم ينتقم من الحكومات الظالمة أطلقوا سراح الأبرياء والمظلومين لديهم أطفال وعوائل وأمهات عبد المجيد البياتي الزار العفو العام هو الحل بإذن الله ومطلب كل عراقي شريف رائد حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم وعلى كل من الحكومة ومن النواب والأمن الوطني بالتحقيق عن سجناء بالعفو العام عن الجميع السجناء المظلومين أبو فاطمة العفو العام مطلب جماهيريا حكومة الإطار ماجد كبيسي حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سياسي عراقي عارض قانون العفو العام ماجد يقول على كل سياسي عراقي أشك أنه أكو بالعراق شخص تقدر تقول عليه سياسي وأشك أنه أكو شخص من الكتل اللي موجودة في سدة الحكم في السلطة أنهم يمتلكون الجنسية العراقية لأنهم لوا عراقيين بالدرجة الأساس كان فكر بأخوت العراقيين وكان فكر بسيادة البلد وكان فكر بالحفاظ على خيرات البلد وكان فكر بالحفاظ على زراعة وصناعة ومقدرات البلد ويفكر بالمواطن الشوان يعيش كان فكر بذني كان فكر بقائمة التراث اللي من ضمنها الأهوار اللي راح تنشال لأنه جفت كان فكر بالآثار العراقية كان فكر بهوية أمور بس أشك أبو عبدالله من صلاح الدين حياك الله السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا أستاذ أبو عبدالله من صلاح القائمة أستاذ قبل أن تقول سياسيين سيئين السيئين ماكو سياسيين نا سأنو هاي السجون هاي السجون من تجي ترجاع عليها هاي من تجي على السجون من تجي على السجون سجون صارت تجارة حبيبي نا يعني البريء مسجون البريء مسجون و المجرم برة طليق حر حر ماكو حر ويمشي بتسيطرات وغير الصيطرات ماكو لا شرطة مستمعية اتحدى التجين المحترم نفتة ومذنب هو والله مذنب ومحترم نفتة بسجين اتحدى مدير السجين يجب أن يحصل وفلد نظام حلو لأي شنو هالشه صارت حمي يا عمي كلها رشاوي تيجي عدوائل كلها رشاوي قبل كمي وما كو برنامج بحث القنوات ما يدى سميها تقول ماكو يشين ماكو 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 ماحد يأخذ فلوس شنو ماحد يأخذ فلوس أنت مو بالعراق نعم على الإعلامية ماكوش عمي كلها صارت فلوس فلوس نعم تقول على دائرة الزراعة فلوس تقول على مستشفى فلوس تقول على أي دائرة أي دائرة كلها فلوس نعم يعني إذا تقول على البلدية فلوس هاي البلدية ماكو ومن تجي تغيس أكو دوائر قبل من تنتي شوفها بقصد دامستين دائرة بسيطة المواظفين اللي بيها يحسبون على عدد الأصابع حتى من تجي تغيس من تجي تغيس والله هذا موظف هذا موظف شنو الموظفين هذول وموظف كل فايدة ما بي وتلقيه هو مهندس بس مهندس ماكو الشهادة ماكوش شهادة ماكوش شهادة من تجي عليها ما يعيش شو كل شي ما يعيش شو كل شي يا عمي دولة فاشلة والله دولة فاشلة ومثل ما هاي ومن الصرح عالي رطيف والله شارت سمتال يعني أنا عدد طب مواضيع ماكو يعني بس المواضيع يغادرها الحلاقة كاملة الشي للتنسال مع جعفر المنصور عمي هاذا أثر بلد هاي حضارة بلد ماكوش يعمي دمر ولا البلد الله ليوفقهم إن شاء الله والله ليفزقهم إن شاء الله بجاه الحديد محمد نعم حسبي الله ونعمل وكي العام نعمل على بشوارب نعم شكرا 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 لك أبو عبد الله يعني قضية إزالة تنسال أبو جعفر المنصور هي فيها إساءة إلى بغداد وتاريخ بغداد العريق لأنه إزالة الشخص وبغداد لها اسم في التاريخ مو بس عدنا حتى في دول الجوار والمنطقة هاي رقم واحد رقم اثنين المشكلة اليوم إنه لما نحجي على كثرة أو ترهل النظام الوظيفي اللي هو كثرة وجود الموظفين ونسبة الإنجاز تعد تكاد معدومة جدا بسبب هوايا أمور هاي مشكلة ثالثة المشكلة الثالثة لما قلت لكم هو لو عراقي خاف على مقدرات البلد أنا أقصد السياسي واللي شايد جواز دبنوماسي واللي يتعارك على المنصب واللي يضارب على المنصب واللي ما يرضي تركيه واللي من 2003 لليوم وما نفس الوجوه العالم قبل لما نشنا نقرأ في تسعينيات القرن الماضي يعيبون على النظام الملكي هو تدوير نفس الوجوه لأكثر من فترة من ضمنهم الباشا نور السعيد نور السعيد صار رئيس وزراء العراق في زمن الحكم الملكي 14 مرة 14 مرة هو رئيس وزراء العراق وفترة من فترات وزير مالية وفي فترة من فترات وزير خارجية وفي فترة من فترات وزير اقتصاد أو مسؤول اقتصاد أو سفير فكانوا يدوروهم يدورون نفس الوجوه نور السعيد جعفر عسكري ياسين هاشمي محمد الصدر رشيد عالي قيلاني دني الأسماء المعروفة محسن السعدون عبد المحسن السعدون عفوا فكانوا يدوروهم الجماعة هست جو يردون يسوون نفس النظام الملكي مرة نور المالكي هنا مرة هنا مرة العبادي هنا مرة هنا مرة سليم الجبوري هنا مرة هنا مرة محمد حلبوس يجيبوه مرة طيروه بكئفهم بس هم بكئفهم يدوروهم حتشينا عن حفاظهم على البلد مهندسين وخبراء انتقدوا تشييد المدنة عشوائية بحالات المشاريع لشركات صوارية هي تحقيق منجز سريع بحسب لحكومة الإطار التنسيقي اللي يرأسها محمد الشيعة السوداني أبو الله لا يوفقني من دون الاكتراث إلى جودة ومتانة المشاريع المنجزة أو بمصيرها اللي ينتهي بالحال حتى يصنب في خانة المشاريع المتلكئة أو الرديئة أو المهدرة أجمعوا مختصين في بناء وتصميم المدن وبنيتها التحتية على تحول نظام الإحالة إلى حلقة من حلقات الفساد المسببة لهدر المال العام وزيادة أعداد المشاريع المتلكئة كون يطي الأفضلية للشركات الوهمية على حساب الشركات الرصينة اللي تمتلك رصيد شبير من الخبرات والمنجزات ولفتوا المختصين إلى أهمية تفعيل الآليات الصحيحة والمتبعة في دول العالم في إنجاز المشاريع عبر الإعلان عن مناقصات عامة تفسح المجال للتنافس وفقاً لضوابط صارمة توجد بيئة تتنافس بها الشركات المتقدمة بشكل شفاف ونزيل حتى يقدمون أفضل عرض وبعد ذلك يشتغلون وحسب أوقات صار فشل المشاريع اللي تمي حالته لشركات غارقة بالفساد أو تتبع سياسي ما مشهد مألوف بالعراق إذ لا يكاد تمر فترة قصيرة على إنجاز مشروع حتى تظهر لنا جوانب الفشل به هذا هو حال مشروع طريق المطار المدينة الرياضية في محافظة البصرة عروس الخليج العربي ورما انتهى الحال بالشارع عبارة عن مكبل النفايات وسنة وحدة هو عمر النخيل اللي انزرع في الشارع اللي مات دعا نشوف تكي على راسك حي البصراوي وانطموا ياها تعالي شوفوا له هاي الطرقعة يا أهالي البصرة الغافلين عن المليارات والفساد بالمشاريع إلى رئيس هيئة النزال قاض حيدر حنون المحترم أتمنى أنت بنفسك تشرف على التحقيق بهذا الملف وتسحب يمك حتى ما تصير تأثيرات على التحقيق مناقصة 54 بلدية انشاء شارع بطول 9 كيلو من المدينة الرياضية المغازل لكزيزي قيمة هاي المناقصة 130 مليار دينار الله أكبر 130 مليار دينار اتبلط ابقد هاي المسافة عشر مرات من ذهب وشوفوا اليوم حال الشارع مال عبدالله حويس بعد تنفيذه بسنة شوفوا الأرصفة شوفوا الجدرة الوسطية شوفوا هذا الزرع اللي خسرت عليه المحافظة مليارات يا محافظة البصرة 130 مليار دينار على 9 كيلو وهذا حالة بعد سنة من افتتاح المشروع البصرة اللي كان 90% من بساتينها بساتين نخل واللي بيها نخل أكثر من 20 مليون نخلة إذا ما خانني أو خانتني الذاكرة البصرة اللي كانت ما كو بيها نخلة تموت البصرة اللي كانت هي المورد للعراق الأكبر للتمور ومنتجات التمور وإلى باقي دول العالم البصرة اللي كانت تسمى عروس الخليج العربي البصرة اللي كان منظر النخيل بيها يشرح القلب ورا سنة موت النخلات بالعراق أكو ناس ما يعرفون يزرعون نخل هذا هذا حال حكومات الإطار وحكومة الله لا يوفقني يمكن قال الله لا يوفقني إذا خليت نخل عايشة نطلع من البصرة غنية بالنفط والروح إلى محافظة التأميم الغنية بالنفط أيضا محافظة التأميم صار بيها شغلة هنا أنا شارع بلطو أقل من سنتين بناحية الزاب بقرية الصباغية بكركوك قبل أن يتحول إلى إلى مشارع إلى مدينة ألعاب بسبب بروز أجزاء واسعة من الأعلى قفع الشارع بمشهد ثاني من مشاهد فساد المشاريع اللي تحال إلى شركات مقاولة فاسدة متراع ضوابط الجودة وشروط المتانة لما ينجزون المشاريع أنتو تعرفون الشارع من شنو يتبلط أو شنو المواد المستخدمة في تزفيت الشارع تعالوا يشوف حسناً لكم الشوارع لما تتبلط أكو بيها شغلة لما يهندسوها أو يفكرون في تبليط شارع هي مراعاة عوامل التمدد شيني عوامل التمدد؟ ازدياد درجات الحرارة في فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء فالجير أو الزفت أو المادة اللي يستخدموها في تبليط الشارع الأسفلت هو يتمدد في ازدياد درجات الحرارة وينكمش في تقلص درجات الحرارة ولهذا السبب أكو هواية طرق يستخدموها حتى يخففون هاي المشاكل ومن ضمنها مثلا لما يبنون جزور أكو حواجز كونكريتية حتى يحافظون على التمدد وفي بعض الشوارع يخلون أيضا فوارق بالشارع قطع حتى يخلون مجال للتمدد والانكماش الجماعة هنا أولا ما مستخدمين جير هنا نسمنت صبة قفع الشارع وصار طبة لي فوق أو قبة لي فوق بل زحمة هذا جدا تكلف الشارع زيان الشركة اللي نفذت الشارع راح تتحاسن وإدارة محافظة التأميم شنو رأيها بالمشروع؟ مشروع جيد ورح يكون منجز من مجزات حكومة محمد الشاعر السوداني جمال محمد الجبوري هل سخاف أنت قد الشغل وهماتش تكون عليها بالمحكمة ويقولون تشئير فماكو غير أقول عاشت يديكم شغل مرتب وإن شاء الله بميزان حسناتكم عمار جمعة طبعا هذا بسبب عدم وجود فاصل تمدد وتم صب هذا الشارع في البرد لهذا تمدد في الحر وصار على ما هو عليه يفضل وضع فاصل تمدد للشوارع كل 15 متر طول غسان محمد للأسف أغلب المشاريع ما بها رقابة وفترة قصيرة تتخسف محمد الحواس اللي اشتغل هذا الشارع مني شوف الفيديو شي يقول النفسه ما يستحي وأبو آدم الجبوري معقولة ماكو شريف يشتغل بمهنية ونزاهة ومخافة الله قبل كل شيء ورياضة أبو أحمد يجب وضع شرط جزائي على كل المقاولات مصحوبا بمدة لا تقل عن عشر سنوات من ناحية إتقان عمل وجودته وإلا كل مشاريع عبارة عن أموال مهدرة وضائعة والله يا أخويا ما يحتاج شرط جزائي هي يحتاج شغلة واحدة بس هي تفعيل الرقابة من المفترض لما ينطوم مشروع إلى شركة ما المشروع أكو بي دراسة جدوى يقول هذا المشروع يبلش بالتاريخ الفلاني الربع الأول ينجز بالتاريخ الفلاني النصف المشروع ينجز بالتاريخ الفلاني الربع الثالث يسلم المشروع بالتاريخ الفلاني فيجب على المسؤولين أن يتسلمون الأجزاء الأربعة من قبل الشركة المنفذة حسب التواريخ المنجزة وفي حال حصول تأخير راح تكون غرامة مالية على الشركة وفي حال حصول تبكير بالعمل راح يقولون بارك الله بكم لدينا مشروع ثاني نشتغله فلما يستلمون المشروع إذا المشروع ضبط ومشي الأمور تمام على تمام إذا المشروع بخلل يجبون الشركة بإيديهم لأنه حكومة ويقولون هم تصلحون الخلل ويدفعون الجزاء لأنهم مدى يتعاملونه يا حكومة هاي لو كانت حكومة تحترم نفسها بس بما أن الحكومة ما تحترم نفسها أصلا فاشتتخيل من أداء بوادر الفشل من حكومة إطار التنسيق اللي يرأسها محمد الشيع السوداني أبو الله ليوفقني بالسيطرة مجدنة على السلاح المنفلت عبر حملتها الأخيرة اللي تهدف إلى حصر السلاح بهذه الدولة وراء خمسة أشهر من انطلاق الحملة اللي يقول راح يشترون السلاح من المواطنين بينت مراقبين وناشطين أجمعوا أن هذا المشروع اللي كلف خزينة الدولة مبالغ مهولة فشل فشل ذريع لكونه ما حقق أي شيء من هدف أو من أهداف المعلنة وراء مرور خمسة شهر على المباشرة بتنفيذه وزارة الداخلية الحالية اللي رأسها عبدأمير شمر اللي صار قائد عمليات بالغلط أعلنت بكانون الثاني الماضي عن حملة للسيطرة على السلاح المنفلت عبر شراء السلاح من المواطنين بتخصص مبلغ مالي قدرة 16 مليار دينار بواقع مليار دينار إلى كل محافظة إضافتها عن فتح مئات المراكز لشراء السلاح من العراقيين لكن هاي المراكز تشهد إقباط ضعيف شبه منعدم بل إن العديد من المراكز تشهد ما شهدت شراء أي قطعة سلاح وما أحد راح له ظاهرة رصاصة عشواء هي واحدة من إفرازات السلاح المنفلت اللي تعجز حكومة الإطار عن ضبطها بالعراق وبهالسياق مواطن ناشد من بغداد السلطات أن يلقون حل وحد للسلاح المنفلت بسبب سقوط رصاصة طائشة بصفة كادت أن تقتله تعالوا نسمع مناشدته ورسالته لمن يطلق هذه الرصاصات العشوائية الساعة الثلاثة العصر سمعت إطلاقات نارية بعد لحظات سقطت إطلاق قرب رأسي يعني ثلاثة متار عن رأسي والله الحافظ وإلا كان هسه إحنا عداد الأموات ومن جهة مجهولة هذه الظاهرة السلبية مفروض دولة رئيس الوزراء تصدر قرار حاسم مثل هذه الحالات وبكل سهولة يجي المسؤول على مكان الحادث سواء كان أزاع أو فراح خاصة بالأعراس أجي أخذ الأريس وأخلي عبرة وأظهر بالإعلام وأخلي عبرة لمن أعتبر تنحد من هذه الظاهرة وإلا رح تبقى هذه الحالات السلبية وتقضي على كثير من الناس الأبرياء وخاصة الأطفال الأخ اللي دي يصور حتش عن الأعراس والأتراح يقول الأعراس يصير بها رمي والأتراح يصير بها رمي فيقول المفروض الوزير أو المسؤول يطب إلى هكذا أماكن حتى إذا أكو عرس برمي يأخذون العريس ويكون عبرة وإذا أكو عز يأخذون واحد ويكون عبرة حتى يبطلون زين فما بالك لما يجي واحد ويخلوه وزير يعني واحد يستوزره ويصير وزير مثل وزير التربية النماث وراه يرجع إلى باب بيته ويخلوه لأحادية على بيك أب ويقعد يرمي بيه هذا شنو رأيك بيه شنو رأيك بجماعة بسرايا السلام اللي كل يومين والثالث طاقة طاقة مالتهم بمدينة الصدر شنو رأيك بجماعة العصائب اللي كل يومين والثالث عندهم طاقة بمحافظة من المحافظات العراقية شنو رأيك شنو رأيك بجماعة أنصار السيد راعي تيار الإصلاع مقتدى الصدر لما يرحون يهددون مركز شرطة ويرمون على مركز شرطة دولة شنو راح يكون التعامل إياهم أنت حجيت عن العرسان وحجيت عن الأتراح المفروض أكو قانون بعيدة عن كل شيء قانون يفعل هذا القانون يقول يمنع من عن باتة إطلاق الرصاص عشوائي وتحت أي سبب كان كائم من يكون بالبلد لو أكو قانون وأكو جهة أمنية تنفذ هذا القانون بصورة صحية ينسحب وزير حماية مسؤول جندي شرطي يستخدم السلاح بدون سبب ينسحب شنو يعني بدون سبب شرطي وتعارك ويعصابة وتجارة مخدرات ورادوا يرمون علي هنا من رمع بيريد يحمي نفسه ويريد يحمي الناس هذا القانون أدأ أحد أما يجيك واحد شائر رشاشته وقاعد بالهواء وطررر قاعد يرمي هاي ما صايرة جماعة يردون يسيطرون ميليشيا على محافظة ما طبون على مركز طبي ويهددون ويسوون وما يسووه هاي ما صايرة بس بالعراق ده صير بوقت منه بوقت حكومة الله لا يوفقني اللي لما نجي هتشعل قبله واللي رح يجي ورا رح يتشعل بعد أن كان اطلاق الرصاص بالمناسبات العراقية محصور بالقرى تمدد وطال المدن خصوصا بغداد وأصبح يخلف عدد أكبر من الضحايا وخوف أكبر يم من ناس رشقات الأسلحة النارية العشوائية اللي قد تدوي في سماء أو أي مدينة سماء أي مدينة بالعراق أو العاصمة مو معناها أنه الناس تخاف لأنه هذا يعني مو خرق أمني أو اشتباك مسلح لا لأنه هذا يوم ربما يشير عرس فرح أو أتراح اللي هو حزن أو مجلس عزاء في مكان ما لكن الرصاص المنهمر كالمطر ورا هاي الإطلاقات صار يهدد أرواح المواطنين مثل اللي صار ويا المواطن اللي صعد على سطح منزله ده يتفقد مولدة الكهرباء اللي خاصة بالبيت ماتت على السطح وسقطت رصاصة بصفة وهمنا كادت أن تنهي حياته لو لا لطف رب العالمين ويوجه إثر هذا الشي رسالة إلى وزير الداخلية تعالي شوف كل يوم من أشهدتنا الوزارة الداخلية والوزير الداخلية على مدرم العشوائي هذا يعني شوان ما لحل والله العظيم هسه جايش تغل بالمولدة وهي مضربة بالتانك ووقعت يعني الله قدر ولطف لو بسم غير مكاني يعني هاي لو واقعة بالشارع مثلا ما طيح له براس شاب براس ابنية براس شايب براس طفل هاي وهاي ذاك اليوم قلت صدفة و الله هم بعدها هاي هم وحدة مايعة هاي وهاي اليوم الثالثة الثانية العفو هاي جايش تغل بالمولدة ووقعت هاي الرسالة اللي حبي يوجهها المواطن عن اطلاق الرصاص عشوائي انا راح اعوف القوات الامنية انا راح اعوف عبدالامير الشمر اللي هو وزير الداخلية اللي نوري المالك طلع فيديو وقال انه وصار قائد عمليات بالغلط هو اللي ما شاله والغلط ماتهم ما صلحه ما راح احكي عنهم انا راح احكيو يا المواطن اخوي العزيز عندك سلاح وفرحان بي وتعتبر نفسك رجال وطالع بالشارع ترمي هاي مو رجولة هاي رقم واحد رقم اثنين حبيب قلبي اكثر ممر حجيناها وقلناها الرصاصة او الطلقة اللي اتا تشمرها من اسلاحك او رشاشتك الها مدى معين هذا المدى توصل تفتر وتنزل هي مرح ما صعدت عامودي حتى تنزل عليك وعلى بيتك هي راحت قوس ونزلت قوس ولما تنزل سرعتها وخطرها راح يكون اكبر بكثير لانه راح تكون اخطر بكثير وانت دا تتسبب في قتل مواطن يوميا ودمه برقبتك بسبب اسلاحك اللي انت فرحان به ورجولتك هاي فاتمنى تخففوها الناس لما شافوا هاي الفيديوهات علقوا على هذا الموضوع سيد جابر جزائري من امن العقابة ساءل ادب قانون ضعيف بسبب المجاملات والعلاقات والمحسوبية حسين علي عباسي فرض القانوني احد من تكرار مثل هذه الحالات الدخيلة على المجتمع علي حسين تميمي شد لك بيتك القبة الحديدية وخلص نفسك وجهالك من الطائحات وفهد حاتم ايوالله السقفهم تشين كولو ساندويج خطيئة الله يحميهم فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية هي قضية الرميل العشوائي كشفت حملة الاعدامات اللي نفذتها حكومة الاطار التنسيق اللي رأسها محمد الشياء السوداني بحق المعتقلين عن النزعة الإجرامية للحكومة ونواياها الخفية والمبيتة ضد آلاف المعتقلين بداخل السجون بأجندة طائفية مصادر أمنية أفادت ان وزارة العدل العراقية نفذت حكم الاعدام ضد ثمان معتقلين بداخل السجن الناصرية بتهم الإرهاب وبدوافع طائفية فقط وقل سابق اتهمت منظمة عفو الدولية القضاء بالعراق انه أصدر أحكام اعدام استندت على انتزاع الاعترافات من المعتقلين بالقوة وتحت التعديد المركز العراقي لتوثيق جرام الحرب قال ان الحكومة في بغداد شرعت بالأيام الماضية بتنفيذ عشرات عمليات الاعدام عقب محاكمات غير قانونية انتزعت خلالها اعترافات المعتقلين تحت التعديد اما قسم الاعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق قال ان السلطة القضائية تنفذ احكام اعدام جائرة غير عادلة بدوافع طائفية بحق عدد شبير من المعتقلين للمزيد من التفاصيل قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين سوال انفوغرافيك يحتي بي عن حملات الاعدام المتصاعدة من نحو شهرين تعالوا نشوفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة مشكلة العراق اليوم او افوا ليست بمشكلة العراق مشكلة من يسوس البلد او يعتبر نفسه سياسي او اللي موجودين في سدة الحكم بالسلطة انما ما اخذين المعتقلات هي باب للانتقام بينما المعتقلات اوجدت بالعالم هي مؤسسة اصلاحية حكومية اذا عندك مجرم هي اكبر عقوبة اليك انك تحت حريته بداخل سجن ويكون هذا السجن مؤسسة لاصلاح نفسه حتى لما يطلع بعد محكوميته يكون رجل صالح بالمجتمع بس المشكلة اليوم المعتقلات اصبحت باب للانتقام والمشكلة انه هي اصبحت مدرسة لتربية المجرمين مع الاسف كشف اعلان وزارة البيئة تعرفون ادنى وزارة للبيئة احنا في حكومة اطار تنسيق اللي رأس محمد الشاعر السوداني عن نسب المطامر الصحية المجازة مدى التقاعس الحكومي عن ايجاد حلول لمواجهة المخاطر البيئية الناجمة من اهماله خبراء بيئيين يقولون انه ماكو جهود حقيقية بتحسين ادارة النفايات وايقامة مرافق تخزين ومعالجة كما انه هي تحتاج الى تعزيز التخطيط البيئي واشاروا انه حرق النفايات في معظم محافظات عراق يصير بطريقة فوضوية وعلى مسافة مبعيدة عن الاحياء السكنية هذا اللي ادي الى ارتفاع ادخنة سامة ومسرطينة اتغطي مناطق واسعة والها تأثير صحي سلبي على المواطن بشكل مباشر وزارة البيئة اقرت انه مواقع الطمر الحاصلة على موافقة ما تتجاوز نسبتها 28% واكدت انه ادارة النفايات في دوائر البلدية تفتقر للكثير من المقومات ما يؤدي الى مزيد من الملوثات البغداد يعاني سكان مناطق جسر ديالة والزعفرانية وما حولها من تبعات احراق النفايات وما تسببه من اغتناق واصابات بالامراض خلونا نستعرض مع بعض عدد من التغريدات على وسم هاشتاغ انقذوا بغداد من التلوث الدكتور رادموسوي السم الاسود الناتج من معامل الطابق يقتل سكان مناطق مدينة بسمائة والزعفرانية وجسر ديالة وتتسبب بانتشار امراض السرطان وحالات امراض جلدية للمئات من السكان يرحمونها يرحمكم الله سيف الشمري الله يشهد عدنا اطفال بعمر عشر سنوات مصابين بالكانسر خلي تشوف منظمات الهلال الاحمر واليونيسيف وغيرها هاي المناطق حتى للحيوان ما تصلح للعيش فاطمة الموسوي انقذوا منطقة جسر ديالة في العاصمة بغداد هي من اكثر المناطق تلوثا في العراق لانها تحتوي على مخلفات كثيرة من المصانع وهذه التلوثات سببت لهم كثير من الامراض الخطيرة والماطنية يناجدون جميع المسؤولين والعندة غيرة بانقاذهم من المعامل وخصوصا الغير مرخصة في منطقة جسر ديالة والتي تسببت باصابة اكثر من نصف سكان تلك المناطق بامراض جلدية غالبيتها مزمنة هاي التغريدة والقبلها 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 كلها على هاشتاغ انقذوا بغداد من التلوث وقبل ان نختم مشاهدين الكرام يجب ان يتم انقاذ العراق من التلوث لانه اليوم نسبة الملوثات اللي موجودة بالعراق مطبيعية بسبب انتشار النفايات علما انه العراق اليوم بازمة كهرباء لانه ادنى محطاته لطاقة كهربائية تشتغل على الغاز والعراق يحرق الغاز فمنين نجيب كعرباء فيقدرون يولدون طاقة كهربائية باستخدام الطاقة البديلة اللي تطلع من النفايات مثل ما سواهت المانيا حتى تخلص من هاي القضية وقضية التلوث يقدرون يخلصون من عده اضافة لو اكو جهود حثيثة من وزارة البيئة للتخلص من الملوثات كان اشتغلت على التخلص من الملوثات ببدال هذا البيان الركيك اللي يطلعه وكان كروا الانهر حتى يخلصون ملوثات اللي بيه وكان اشتغلوا حتى يشوفون شنو سبب نسبة الزيادة الملوحة والتصحر اللي دا صير بالبلد بس مع الاسف احنا عدنا وزارات بس ما عدنا ناس يشتغلون نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باذنه تعالى الثلاثة يا محمد الله اشتركوا في القناة